كل حاجة تغيرت. الريتم طبعاً دلوقتي بقى أسرع كلو هتكلم فني يعني تدريب اختلف عن زمان. احنا زمان كنا نتمرن بطريقة طلقت غلط دلوقتي. يعني احنا زمان كنا نطلع مثلا المدرجات. نطلع وننزل المدرجات. غلط. بباوز الركبة. حتى التغذية بتاعتنا كانت غلط. كان يقولون ما تفلوش مكرونا ورزه والحاجات دي حتتخن. طلعت هي دي اللي بتدي الطاقة. يعني انت فاهم ازاي. يعني حتى كنا قبل المدرجات اللي المدرجة بيقول له انت كون رز يعني انت برا التشكيل خلاص. تخيل. فدلوقتي الحاجات كتيرة. دلوقتي لكل عضلة في جسم اللعيب ثلاثة واربع اجهزة. الاستشفى بقى حاجة تاني خالص. وعلى صعيد السوشيال ميديا ونعكستها كرويا. لها مساوء ولها يعني مميزات. المساوء طبعا ان انت بتشغلك كلاعيب. بتطلعك عن التركيز. هو اصلا مش مفوط يتابع قوي كده يعني. بس غزبا عنك لازم حتتابعي. احنا وإحنا لما كنا بنلعب احنا ما كانش فيه حتى برامج تلفزيون. كنا بنستنى الجمهورية بالليل عشان نعرف كدب عنينا ايه. تفهمت ازاي. مش كان فيه برنامج اسم الكرة في الملعب. الكرة في الملعب دلقالع بتاع الله رحمه وتبع السلام. والميوزيك بتاعته دي انا فاكرة. ابتدى كانت حاجة بالنسبة ان الناس ابتدت تعرف الوش عن القرب. لان احنا الماتشات كانت بتاعتنا كاميرات كمان كاميرات من فوق قوي. يا دوبك يعرفونا من ارقام اللي تشتتات. انما دلوقتي وبعدين دلوقتي يشوف الماتشات كلها بتزعى الهوى. وبتتعاد في الفضائيات. ايامنا ما كانش الكلام ده وكننا مستنى بقى ايه. اللي عنده فيديو بقى عشان يسجل الماتش. عشان يتفرج. لا القصة اختلفت. اللي كمان اللي اختلفت.